التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بالمحافظة على استمرارية المخذون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة كما وجه رئيس سيسي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين بتحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح وأوضح متحدة الرئاسة أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعية خاصة مزرعة وادي الشيح في أسيوط كما اطلع الرئيس سيسي على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية ومراكز تجميع البلازمة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم صادرات مصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها وفقا للتوجيهات الرئاسية وخلال اجتماع لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية أشار مدبولي إلى تقديم المزيد من التيسيرات والمحفذات للمصادرين المصريين سواء فيما يتعلق بالنقل أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الإفريقية مؤكدا سعي الحكومة لتذليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التصدير منوها إلى أهمية الإصراع في تنفيذ مختلف الجهود التي من شأنها أن تسهم في تنمية حركة التبادل التجارية أعلن تنظيم دعاش الإرهابي تبني هجوم استهدف آلية لقوات الأمن العراقية كانت تقلهم في محافظة كاركوك شمال العراق وأوضحت مصادر عراقية أن الهجوم أصفر عن مقتل تسعة من قوات الأمن حيث عد الهجوم من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق وأبحث بتقرير لمجلس الأمن الدولي لا يزال لدى التنظيم نحو ستة ألاف إلى عشرة ألاف مقاتل في العراق وسوريا قال الرئيس الأوكراني بلودامير زيلينيسكي أن حماية حدود بلاده أولوية دائمة وأن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وأوجه زيلينيسكي نداء جديد للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني يسيطر على بلدة بخموت شرق البلاد حيث تدور معارك بين أو من الأعنف في البلاد وتأتي تصريحات زيلينيسكي عشية زيارة للرئيس الروسي بلودامير بيتن إلى بلاروسيا أكدت الحكومة البريطانية أن نحو 1200 عنصر من الجيش سيحلون مكان موظف الإسعاف قوات حرص الحدود المتجهين للإضراب خلال عيد الملاد وقالت الحكومة أن عناصر الجيش سيعملون على سد فجوة غياب الموظفين وسيواصلون تجهيل خدمات الخطوط الأمامية وينفذ نحو 10 ألاف موظف من سائق السيارات الإسعاف في إنجلترا وويلز إضرابا لزيادة أجورهم ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة مهمة في مرحلة نهائية لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل المقبل وأوضحت الوكالة أن التجربة كانت تهدف إلى مراجعة قدرة كوريا الشمالية في التصوير بالأقمار الصناعية ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان جيشي كوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسط المدى باتجاه ساحلها الشرقي ورياضيا توجه المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم من مرة ثالثة في تاريخه بعد فوزي عناظير الفرنسي في المباراة النهائية بضربات الترجيح بواقع أربع ركلات مقابل إثنتين وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم ليلجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح الأرجنتين موسيقى ختام موجز التاسع فاصل ونعود لحضراتكم الاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر